مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية الفيديو موات اليوم هو عن الآيفون تحديدا كيف رح تتصل على دعم أبل في حال واجهتك بعض المشاكل حبيت عملكم هذا الفيديو لكن قبلها رجاء كل شخص يتقل على هذا الفيديو أنه يشترك بالقناة إذا ما مشترك ويفعل الجرس ولايك للفيديو مثل ما تعرفون بعض الأحيان تواجهك إحدى المشاكل وخصوصا أنه حساب أبل غير نشط وفي دول مثل العراق سوريا اليمن ما موجود عندها دعم أبل فاللي راح تعمله أنه راح تتصل على الشركة طبعا ممكن تودي المكتب لكن الأبضل أنه أنت تتصل وتحل المشكلة السبب الرئيسي يكون أنه أنت مشتري بريد إلكتروني حساب أبل تجاري هذا الحساب مشتري من السوق للأسف هذا مؤقت لمدة 6 شهر شركة أبل الآن تقفل كل الحسابات والحسابات اللي تنقف ترجع تنقف المرة ثانية لأنه أنت استعملت هذا الحساب للأسف فالآن كيف راح تتصل على دعم أبل راح أشرح لكم خلنا ندخل من داخل إحدى المتصفحات أي متصفح عندك راح ندخل وتتصل على دعم أبل نلقي دعم الإمارات راح ندخل على متصفح جوجل وهذا المتصفح دخلنا عليه راح تظهر عندك هذه الصفحة هذه الصفحة راح تكون بصندوق الوصف هذه صفحة دعم أبل حتى لحد ممكن يتغير الرقم ولا فترة فهذه الصفحة حتى تنطيك هذه الصفحة من أبل راح ننزل إلى الأسفل راح نلقي طبعا هنا إيطاليا أفريقيا مصر اللي بمصر ممكن يتواصل شوفوا مصر عندها بعض الدول العراق ما عنده راح ننزل إلى الأسفل الدول العربية اللي موجودة عندها الكويت تقدر تتصل البحرين الشرق الأوسط البحرين الكويت لبنان أيضا عندهم وعومان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات هذه فمو قدامك هذول الدول كلها تقدر تتصل بها طبعا اتصال يكون باللغة العربية وإنت حتى تتصل تحضر البريد الإلكتروني القديم وتعملك أبل أدريس جديد برقمك وتتصل عليهم الاتصال حسب ما سمعت من المتابعين تقريبا 20 دقيقة كل دقيقة دولار ونص أو 10 دقائق أو 15 دقيقة حسب ما يحلوا لك إياه فأنت أقل شي تخلي على الهاتف فد 40 أو 30 دولار يعني 30 دقيقة 40 دقيقة لأن الدقيقة دولار ونص هذا الحب يتشرح لكم عن هذه الطريقة أو لو عندك أقاربك بوحدة هذه الدول ممكن هو يحلك إياه نقطة وحدة حابة أقولها لكل واحد حابب أنه ما تصير عنده هذه الشغلة ممكن يدخل على هذا التطبيق ينزله تطبيق الدعم شوفوا أنا هذا التطبيق الدعم أدخل عليه هذا الهاتف مالتي مثلا عندي عمليات إصلاح تلف عمليات شراء عندي أي مشكلة المزيد صارت عندي مشكلة مثلا بالواي فاي أروح أقولهم هل هذا المنتج يعمل مثلا لا فرح يقولوا لي أفضل الخيارات هنا وبالأخير رح ينطيني دردشة واتصال وطبعا هذه تحل كل المشاكل الموجودة على الآيفون تطبيق الصور مساحة التخزين وهكذا فهذا اللي أتمنى أنه هذا التطبيق دائما اسمه الدعم نزلوا وتستفعدون منه قبل ما تصير الشغلة أو حتى إذا صارت الشغلة على المستقبل نزلوا ممكن ينطيكم اتصال باللغة الإنجليزية وتتصلون وتستفعدون من عدو نهاية الفيديو إذا استفاديت من هذا الفيديو أتمنى لا تنسى اشتراك بقناتي فعل الجرس ولايك للفيديو تحياتي لكم أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل آنة حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة هذا الرابط سيكون بصندوق الوصف قبل ما أنه الفيديو فقط حبيت أشيري لعندي هذا الفيديو ستركب صندوق الوصف كيف ستشاركون موقعكم في الفيسبوك من المكان الذي أنت بي حاليا مثل ما تشاهدون إلى المكان الذي رايح إلى مثلا الذي في أوروبا ورايح على الإمارات أو على المملكة العربية السعودية سيضر عنده بالفيسبوك المكان الذي أنت بي والمكان الذي أنت تقصده تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر